اللقاء اللي جاي بقى هو يعتبر فعلاً لقاء حصري من الدرجة الأولى ليه؟ لأنه هو مع الفنان بهاء سلطان والفنان بهاء سلطان من الفنانين اللي لو حضراتكم طبعاً عارفين ومتابعين بهاء سلطان والكل بيحب بهاء سلطان ظهورهم الإعلامي أليل جداً 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 يعني لو سرشت حضرتك على لقاءات بهاء سلطان هتلاقيها لقاءات محدودة في تاريخه الفني لأنه إنسان في طبيعته كده خجول ما بيحبش التصريحات الإعلامية كتير لقاءاته بتبقى مميزة لدرجة أن أنت بتشوف لقاءه سواء بقى ساعة ساعتين أياً كان معاده أو وقته بتفضل قاعد يعني زي بقول كده بالبلدين متصمر قدام بهاء سلطان شخصية محبوبة جداً وخفيفة وخجولة لكن إحنا زي ما بنعودناكم فعلاً في كاميرا التاسعة أجرينا لقاء خاص زميلة هدير أبو زيد أجرت هذا اللقاء الخاص مع بهاء سلطان على هامش امبارح في مهرجان العالمين أنا بعد وحضراتكم نتابع اللقاء ده لأنه اللقاء هيبقى ممتع جداً وحصري ومهم مع بهاء سلطان وزميلتنا هدير أبو زيد نتابع سلام عليكم وحضراتكم في مهرجان العالمين في نسخته الأولى وبشرفنا في مهرجان العالمين أن يكون معنا السفير الشارعي للطرب النجم المتقلق بهاء سلطان في مهرجان العالمين في دورته الأولى بدأتك على الحق طبعاً والناس منتظراك بفارغ الصبر على الستيج ومنور العالمين ربنا خليك هدير يعني يا منور رب ألا ألا أصلاً متشكر طبعاً عن الكلام اللي تقلت والمقدمة الجميلة دي أنا بحس أنهم ليهم بفضل علي أو يعني عموماً أي فنان بيحس أن الجمهور هو سبب وجوده أو نجاحه فأنا لاي الشرف طبعاً مسيرة طويلة البهاء سلطان من التسعينيات ومن لحد عشرين تلاتة وعشرين وتقلق والألبومات يعني والسنجلز مكسرة الدنيا دلوقتي عجبناكو والسجارة وكل الأغاني الجيدة والدنيا والأغاني مكسرة الدنيا وتريند مع أنه يسوعاً مشاهدات عالية جداً أهو الحمد لله متوفق أنا في الفترة فاتت دي أوي يعني والفضل طبعاً لربنا في الأول وفي الأخير بس أستاذ سعيد إمام يعني مهتمة أو روتانا أمام مهتمة إن أنا دايماً أكمل وبشكل كويس وبهتوفق يعني مع الناس بس مش كل الأغاني طبعاً بسماعة أوي اختيارات جميلة جداً والناس متفاعلة مع الأغاني بشكل كبير ومنتظرة الحفل ده كلام أقل من حقك بصراحة صراحة إن شاء الله الحفلة يعني تكون نجاح كبير جداً والناس تكون منتظراك بتعاون مع الفنانة كارول سماحة متواجدة وبتغني دلوقتي على المسرح والناس منتظراك بعد الفنانة كارول سماحة هتبتدي الحفلة بإيه ومحضر إيه في الحفلة ودائماً بقالنا فترة كده بندخل بأغنية تعالى وبعد كده الأغاني اللي هم سمعينها أو قريبة ليهم يعني بحاولش أقول أغنية حاجات مثلاً هم أنا سنة أو بقالها كتير كده مفيش حاجة بتتنيسة حضرت معاك كذا حفلة أول ما قلت يا تارا الناس كبير وصغير ويمكن أعمار ما كانتش تولدت حتى ساعة يا تارا حافظة الأغاني كلمة كلمة يعني وأنا محظوظ في الحكاية دي في الحكاية الأول بيني والنسفة ربنا دي معاني ورب الموجودين النهاردة يتبسط إن شاء الله وإنت جاي شفت مدينة العالمين إيه رأت في المدينة التغييرات والتطور اللي حصل فيها بس أنا طهت يعني عشان مش مكان يعني في السحر شفت إنت بيبقى ليك استعدادات للستيج مع الفرقة التجهزات خاصة للحفل لا والفرقة المعايزة إحنا صحاب بقنا سنين يعني عشر طوام فحفظين الأغاني كلها وأنا كله بعمل ممكن أغاني شوية دندي أسمع حاجة حافظها عيدها كده كده ما إحنا عايزين دندي يعني أنا مش عايزة أختم الانترفيو إذا كنت اللي تختم الانترفيو دندي لنا أي حاجة أي حاجة تجي على ميلك نختم بصوت بها أكيد أحلى من صوتي طلع في دماغي نروى شوية عدي عليك وتنزل لي أنت فوق دماغي وحقك علي طول خصابنا زلزلني تعالى دماغك مكسرة الدنيا ألف مبروك وجودك المهر غاني العالمين مستمتعين بوجودك والنهاردة إن شاء الله تكسر الدنيا في الحفل ونجاح متقلق وعايزة عرف إيه الجديد آخر حاجة عايزة عرف إيه الجديد فيه أغاني راية جديدة في الصيف نخلصين عشر أغنيات في روتانا كل شهر أو شهرين ما سعني يعني هتنزل أغنية إن شاء الله وفي الصفقة أكيد هتنزل أغاني فيه أغنية اللي أستاذ وليد ساعده ووحدة ثانية اللي أعزي الشفح دراما ولا أغنية عالية زي دلوقتي عجبناكم آه حاجة ده كده أو الشرق اللي كنت بغنيت زي من زي إحلي فوق حاجات كده الشكل الإقاعي ده أنت شايف الناس بتحبه جدا منك هو أستاذ ناس محروس كان عارف إن صوتي في حتة اللي هو اللي بإعايات بترئيس دي بتنجح معي صوت فريد من نوع الحقيقة بنشكر أستاذ مصطفى جامل إنه يعني خليك موجود ومتواجد على الساحة الفنية ومشاء الله أنت بنجاحك وتقلقك دايم خلقت لنفسك مساحة ما بين أكبر الأسامي في مصر وفي الوطن العربي أنا كنت متشرفة باللخاء ده معيك النهار ده لا ده لا أشرف وأي رأي فإن أنا فيها كويس طوان لا أشرف بي الله خليك أنا كنت نفسه أكتر الله خليك شكرا وكل التوفي في الحفلة شكرا